اشتركوا في القناة عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا نلكن كرام الميت ايش دفن في الليل فقال متى دفن قالوا البارحة قال أفلا آذنتموني يعني ليش ما خبرتوني قرأت في شرح الحديث أن هذا القبر قبر امرأة كانت تقم المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا دفنناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه هل هي الصلاة اسمه الصلاة الغائب قال ابن عباس وأنا فيهم سيدنا عبد الله بن عباس كان يافع ايش عمره عشر سنين اذا عشر سنة وأنا فيهم ما قالوا له رجع لورا الولاد لورا ايه كلف المساجد شو بيساوه رجعه وراه لا هذا بني يتعلم تعلم دينه يتعلم الصلاة ولدين تتفرق بيناتهم برجل خليه تعلم ايش الصلاة قال ابن عباس وانا فيهم فصلى عليه او عليها الآن أزا كان أهلولاك انه يعني مثلا جار او صديق دريت انه ايش أنه قد توفاه الله عز وجل ممكن تصلي عليه صلاة الغائب تصلي عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على النجاشي النجاشي ملك إيش الحبشي أسلم والنبي وصله أنه قد مات فصل عليه صلاة الغائب صلاة الغائب مثل صلاة الحاضر أديش أربعة كبيرات لذلك الإنسان إذا كان سمع نبأ وفاة ربما صديق أو حبيب صلوا عليه مثلا في مكان ودفن في مكان صل عليه صلاة الغائب هنا النبي عليه الصلاة الغائب قام فصل عند القبر قال أفلا آذنتموني صلى الله عليه وسلم وقال الحسن البصري أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم يعني يبدو يصلي على الجنازة من؟ الإمام ولكن الإمام يطلب يعني هيك السنة يطلب إذا كان في حدا قد وصى عليه الميت بأن يصلى عليه أظن والله يمكن المبارح جتنا جنازة على صلاة الظهر فطلبت أنا من أهل الميت قالوا لي أنه موصي أنه أنا صلي عليه على صلاة الظهر البارحة إذا هيك الوصية خلاص هو الأولى أن يصلي الإمام يصلي في الجنازة من يصلي في الفريضة إلا إذا كان قد وصى لأن الإمام له شروط طيب وهي أربعة تكبيرات وهي فرض كفاية فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل وإذا لم يقم به البعض أثم الكل لا أفلان يعني أعطيكم مثال عشرة كانوا بصحراء مات واحد من بيناتهم كلهم ما أحد أريد أن يصلي عليه كلهم يأثمون وإذا صل عليه واحد تسقط عن الكل لكن صلاة الجنازة فيها أجر كبير 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 أجب لكم الحديث يلي بيصلي على الجنازة له قيرات القيرات الجبل العظيم من الحسنات ذلك ابن عمر لما سمع الحديث قال إنه هي أول مرة بيسمع الحديث سيدنا ابن عمر ضلاء ابن عمر يعني كان يافع لما توفى النبي عليه الصلاة والسلام جزء ما سمع هذا الحديث بعدين هيك بمقتبل العمر لما صار شب وصار عمره خمسة وعشرين راح سأل السيدة عائشة سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام شيء خمسة وثلاثين إيه السنة كانوا يجوا يستفتوها ويسألوها عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتثبتوا من الأحاديث يجوا سألوها إنه صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه اللي بيصلي على الجنازة له قيرات قال نعم ومن تبع الجنازة فله القيرات فصار يقول كم فرطنا في قراريط كثيرة يا الله شو رايح علينا ثواب وأجر فايت على الجامع بفوت جنازة ما له فاضي نشي ثلاثة أربعة أيام قالوا لي إنه الجنازة بدأت تتأخر يعني طريق كذا ويه فأنا له أخوانا الكرام الجنازة بدأت تأخر ما حدا فاضي كله بده يمشي خمس دقائق وانا لك عود عود قراء سورة ياسين عود استغفير عود صلي على النبي عليه الصلاة والسلام أجر يعني لو نحن أنالك هلا استنوا لكم خمس دقائق كل واحد عن عطي تنكت سمن بلدي وتنكت زيت آه وتنكت زيتون بيعدوا شو رأيكم مو بس بيعدوا بيتصلوا بإيش بأصحابون وأهليهون بقول لهم تعالوا على الجامع تعالوا شوفوا شو عم يتوزع الخيرات أنه القراريط أحسن ولا هذا يعني المال ولا هذا المتاع من الدنيا إيش القليل حدثنا جرير عن ابن حازم قال سمعت نافعا يقول حدثني ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال من تبع جنازة فله قيرات فقال أكثر أبو هريرة علينا يعني شو قيرات قيرات قيل أنه جاء في شرح القيرات أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال كجبل أحد لما نكون في مكة وفي المدينة كثير من الأخوان الكرام بعض الصلاة الصلاة على الجنازة بيقوم بيصلوا في جنازات بتأتي متأخرة رضي بيقول الصلاة على الجنازة بيقول لي أنا ماشي ملي لك طول بالاك هذا خير هنا الصلاة بإيش مثلا في مكة بمئة ألف وتروئ السيدة عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيرات قال ابن عمر لقد فرطنا في قراريطة كثيرة أي ضيعنا قراريطة كثيرة إذن إخوان الكرام سمعت أنه في جنازة والمسجد قريب أو إنسان قريب منك أو ذو رحم أو ذو يعني جوار روح صلي عليه والله أد ما بذلت لو كان المسجد بآخر أنحاء البلد الذي تسكن فيها فلك الأجر نحن يوم القيامة شو بلوم ننجي شو بلوم نقدم يوم القيامة غير يعني هالحسنة وهالحسنة وهالحسنة وهذا كله حسنات يوم القيامة نلقى بها الله عز وجل قال الصلاة على الجنازة قيرات وأن تتبع الجنازة فلك قيرات تتبع الجنازة حتى تدفن هلأ أنت إليك أجر ويدخل في قلبك من المعاني ما يذكرك بالآخرة وإيه شو شلون بنزلوه وبجردوه ولا أنصة تنزل معه ولا موبايل ولا وليس وليس ولا بيأخذ معه يعني إيش أكل ولا شرب بجردوه من كل شي ربطة من تحت من عند رجلي وربطة من عند رأسه وربطة من النص وكمان إيش هلأ أيام زمان لما كانوا يلبسونه سنفضة وصن دهب كان ينزل الحفار هي كان يقولوا ما بعرف هي ينزل في الليل يفتح ينبش القبر ويأم له يا سن دهب كنا حضرانين دفن جنازة كان حطينه للميت قطن وين بأنفوا بيتموا وفي مواضع أخرى بيقيموا له يا الأطنة بيستكتروها عليك على شو بقمت عليين بهالدنيا على شو يا أخوانا الكرم على شو فأنت لما بتشوفها المشهد شو بيصير فيك إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة هل الشباب ليش الشباب ضل وعمل حريف وما في شيء بوعظه النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالموت واعظة والله لو احضرت مئة درس هدول فيهم خير أيام درس من دروس الموت لما بتشوف واحد على المغتسل شوف مثلا جد أب أخ شوف هيك بيعطيك بتزهد بالدنيا لما بيطلعوه من قلب هل نعش وهذا الزلمة اللي كان أفندي وهذا اللي كان خواجة وهذا اللي كان استاذ وهذا اللي كان محامي وهذا شو صاو فيه نزلوه وين بنزلوه بنزلوه بهالحفرة هذا المنظر الله جعل لك فيه أجر مشان إيش لا تستفيد تتعيض 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 لذلك أخوان الكرام يعني لو مرة بالسنة هيكي روح وقف لك الدام الدام شي مقبرة الدحداح باب صغير ها وقف شيخ إبراهيم هون فاتت الجنازة فوت معا فوت هيكي وقف تأمل هون الناس عم تركض على البيوت وعى السيارات وعى المصاري بتتعيض راس سنة بتتشوف الأبراج وبدأتشوف إيش الأضوية هون المستقر هون هارون وينه هون فرعون وينه فرعون الله جعله عبراه حتى أبر ما له ايه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية طيب الملوك وينه كمان هون نفس القرنة حطينا نفل الشي لا يغرك أنه أبر مرخم وأبر ما له مرخم العبرا بايش بالتحتاني العبرا بالجوهر عم تصير شغلات كمان أنك من هيك مثل ما حكيت لكم انه مبارح وأولته مبارح عم ينزلوا عليه ضيف أو ينزلوا ضيف عند أحد ما في قرنة كمان يدفنوا الموتى وإذا كان هذا يعني مثل ما بيقولوا حسابه عسير بده ينالك منه يا لطيف يا لطيف يا أخوان الكرام من نوقش الحساب عذب في حساب في القبر وفي حساب عند الميزان تبه نحن لذلك لما بتروح للقبر لك بصيب تاخده دروس سيدنا عمر شو نقش هنا على الخاتم تبعه اللي يختم به دواوينه كفى بالموت واعظا يا عمر كان كلمة الموت تحيي في في نفوس الإيمان تحيي في نفوس مخافة الله عز وجل تحيي في نفوس مراقبة الله عز وجل هلو ما في مين عمروا على القبر الله بيقول لك بتجي بتحكيله عن الموت بيقول لك أخي لا تحكينا على القصص الله يوفقه خلينا كيك حاكينا عن شي فيلم ها ننبسيط فيه بدنا أكشين شو بدنا بدنا فيفا بدنا شي لعبة بيجي الشيخ بيحكي عن الموت يا أخي شبهات حاكينا عن الجنة وحاكينا طب الموت حق كل نفس ذائقة والموت لذلك قيرات الصلاة على الجنازة بها تتأمل بتدعيله هذا آخر محطة له آخر محطة أنا بقول له نطوله بالدعاء شوية معه نصفه هلا إذا شي أكلي يعني آخر أياما بقول له كتر منه آخر أيامه آخر أيام العنب آخر أيام الكرمنتينة آخر أيام هلا هذا آخر أيامه بالدني تعيله اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم سامحه اللهم تجاوز عنه لأنه بعدين ما حدا حيزكره أنا بلكم بروحوا لعنده أول أسبوع وتاني أسبوع وتالت أسبوع ورابع أسبوع بعدين بيزكروا بعد ثلاثة شور بعدين بيزكروا أول عيد وتاني عيد لكن إذا الله رزقك أولاد بررة بيزكروك ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة أما بالعادة ما عدا لحد يتذكره في ناس بيتآتلوا آه قبل ما يدفنوا للميت هيئي لي وهيئي لك وأنا هادول بدي إياهون وهادول بدي إياهون الله يعيننا الله يعيننا قاعدين عم نتآتل على الدنيا وبدأي شلحونا وبعدين من أين اكتسبه وفيما أنفقه لذلك القيارات في الصلاة نصلي وصحنا لو مرة في السنة هل هذا صح الله كجنازة أحد الأقرباء الأحبة بتروح ابدا من الصلاة للدفن تخلص ومن السنة أخواننا الكرام الواحد يوقف فوق راس الميت مقدار هيك النبي عليه الصلاة والسلام مقدار ذبح جذور يعني جمل يعني ربع ساعة تلت ساعة هلا كله بدأ يمشي شو بيقله بيقله التمساية من من محل ما طليع وتفضلوا على أيش على الأكل هي فتحة أيش التم هي لك هل نحن شو بدنا بالأكل وشو بدنا بالشرب أصلا من نعرف أن الأكل مين مساوي السنة ساووا جواره وأحبابه على حب الله وحب النبي طعام طعام أما إذا كان زلمة ما معه ومطلعين الأكل من ويش من إيش من حصة الإيش الأيتام بجوزتها كل أنت هذه اللي همك أكلك وشربك روح عود وقف ربع ساعة هذا آخر حفظه من الدنيا بعد الصلاة اللهم اغفر له واللهم ارحمه واللهم سامحه اللهم تجاوز عنه اللهم إيناك عفون تحب العفا فاعف عنه يا رب وزا كان إليك أب هذا بدك توقف قبل ما تروح وتتلقى التعازي والهي وقفون هيك النبي عليه الصلاة والسلام وقف هيك فوق راسه مقدار ذبح جذور وبعدين هيك بالمغفرة والرحمة الله هيك حسن الختام يا أخواننا الكرام لا تفكر إنه لما بلأنول الميت إنه يعني هذا عم يحفظه هذا مثل اللي مو حافظ شي بحياته وقبل ما يفوت على الفحص قالوا له واحفاظ الجملتين يا ما بلحفظه معه إذا كان بالدني ما له بن أهل الصلاة بيلوله اعلم يا عبد الله إنه سوف يأتيك الآن ملكاني شفيقان يا رفيقان ويسألانك من ربك وما دينك وما نبيك وما قبلتك ما بيحفظه يكون ربي الله بالحياة لذلك هذا الشيء لما بتشوفه أنت بترجع زهدان بالدنيه لك ما عد بدك الدنيه لك ما عد بدك سيارة تركبها عايف الأكل عايف النساء عايفك برجع بيقول لك أخ إن لله وإنا إليه راجعون هذا أبي وهذا أخي وهذا هي أمي وهذا عمتي وهي مدري إيش بتلاقي شهر كامل أنكرنا أنفسنا أما عمناكل ونشراب ونتفرج على الأضوية وأعياد مدري إيش والسنة وعشرين عشرين وعشرين واحد وعشرين ويا حصر طيل العمر كله عم يمضى إيش ونحن بعيدين عن الله عز وجل الله ما جعلنا ممن يعمل لآخرته وجعلنا ممن يتعظ بالموت وغيره وجعلنا ممن يعمل للدار الآخرة بقى ما تفرطوا في القراريط إذا الصاحب النبي ابن عمر قال كنفرطنا في قراريطة كثيرة طوار والله يا أخوان الكرام يمكن صلاة على الجنازة يتفوتك الجنة لق مثل جبل أحد قديش يعني طلعوا شي مليون مليونين ثلاث ملايين أربع ملايين حسنة مو بالحسنة مو الحسنات مثل يعني كتفكروا حسنة وحدة بتفوتك الجنة لازم بعد ما سمعنا الحديث لازم نواقف على باب المأبرة وكل ما تفوت جنازة فوتنا أخذ درس منها اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتح موسيقى موسيقى